يمكن ده مش مكاني والزامن ده مش زامن وانا حاسس ان هي نفس الشاشة ونفس كل حاجة ونفس مكاني بس انا حاسس ان احنا مش في مكاننا الطبيعي انا مش عارف ابدأ البداية بتاعتي ولا اقول اهلا بكم يا اصدقائنا العزاء في قناة كوكب الكتب والنهاردة الحلقة مختلفة لانها زي ما انتم خمينتوا كده انها هتكون مبيني وما بين صدقنا العزيز طارق واستضافته لي في القناة بتاعته مش عارف ابدأ الفيديو ازاي هلا ابدأوا بالبداية بتاعتي المعتادة ولا البداية بتاعتنا هتكون مختلفة لان الحلقة المرة دي مختلفة واستعادة للذكريات والحلقات المشتركة اللي بتكون دايما ما بيني وما بين طارق فكرنا ان احنا نرجع تاني عارفين ان انتم بتحبوا الحلقات دي وبتحبوا الكولابس اللي احنا دايما بنعملها مع بعض وجينا لكم المرة دي بطريقة مختلفة وبحاجات مختلفة والمرة دي هي ترشيحات روايات تاريخية ومش بس هتكون الترشيحات دي لكن هيكون فيه ترشيحات كمان لكتب تاريخية على القناة التانية وهي قناة بوكافي رخمت انا على طارق وقلت له وبقول لك ايه هو انت كل مرة هتبدأ الحلقات بتاعتك لأ خليني انا ابدأ الحلقة المرة دي عندك في لحد ما انت هتخلص كتب التاريخ عندي في القناة فخلينا سوا كده نشوف ترشيحات روايات التاريخية اللي هنتكلم عليها نهارة بالنسبة لنا حبيت المرة دي ارشح لكم روايات تاريخية تكون حاجات لسه ريها من فترة قريبة وتكون حاجات ترشيحات جديدة كده الناس تجيبها وتشتريها ممكن مرة جاية نعمل ترشيحات روايات تاريخية تكون اصدارات قديمة شوية بس خلينا نهاردة نتكلم في اصداراتنا واكلمكم عن اول رواية رواية اللي فيها الحكاية بتاعتها بتتكلم على الشيخ الكبير او الجد الكبير اللي بيتنقل بشكل ما من مدنته في السودان او بلدته في السودان لحد ما بيوصل مصر وبيحكي لنا حكايته كده وسط قاعدة مع صحابه وسط احفاده وابنه اللي قاعدين بيسمعوا القصة دي وبيكتشفوا فيها حاجات غريبة كمان نعرف عن الجد وعن الاب وعن الابن ان هم عايشين في زمن يعني نقدر نقول محمد علي باشا في وقت ده كانوا هم من قشطر الناس اللي بتشتغل في الحدادة والنجارة وكانت دايما الناس بتبعت لهم عشان يشتغلوا في القصة دي الفكرة هنا ان هم بشكل غير مباشر كانوا سبب من اسباب المساعدة في قصة مسبحة القلعة وان هم تم استدعائهم قبل المؤامرة دي بايام قليلة عشان يرمموا احد الابواب الخاصة بحصن القلعة الحكاية بتاعتنا مش بس عن التفصيلة دي لكن بتاخدنا في تفاصيل تانية وبتاخدنا كمان في منظور الشعب على اللي هيحصل ما بعد المؤامرة دي او ما بعد القصة بتاعة مسبحة القلعة كمان الكاتب قدر يباين وتباين ما بين اراء الناس وما بين هل اللي حصل ده كان فعلا حاجة كويسة ليهم ولا اللي حصل ده كان حاجة ممكن تأوم الدنيا عليهم كل ده بجانب خلفية الاحداث بنعيش مع شخصية من الشخصيات الحقيقية وهو الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وبنشوف طريقته لكتابة الاخبار وتحرير للدقة في كتير من التفاصيل اللي كان بيشوفها او كان بيعصرها والحاجات اللي ما كانش بيشوفها كان ازاي بيتحرط دقة من اكتر من شخص ويحاول يدور على اكتر من روي القصة دي عشان يقدر يجمع خلوطها وياخد منها الحاجات الحقيقية بدون اي زيادة وده بنشوفه من خلال الحفيد سر النهر اللي كان بيكتب وراء الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وروايتنا النهاردة بالرواية لبرشح لكم هي رواية حيدر بن زرع النير للكاتب الكبير ايمن راجب طهر وصدر عن دار كيان في عشرين تانية وعشرين ومن هنا ننتقل لرواية تاني وزمن تاني وهو القاهرة في الخمسينيات او نقدر نقول عليها من التلاتينات لحد الستينات في العصر ده رواية اللي بيتكلم فيها عن اتنين توقام عاشين في حي جاردن سيتي بنشوف التباين ما بينهم واختلاف شخصياتهم من صباهم لحد ما بيكبروا الشخصين دول هم فاهمي وشكر تاج الدين ولو ناس كده قريبة وامتبعة تبقى عارفة ان احنا بنتكلم على رواية صدرت حديثا وهي رواية الكاتب اشرف العشماوي بعنوان السرعة القصوى سفر وفي الرواية دي بياخد لك في الفترة التاريخية دي من التلاتينات لحد قلنا الستينات بيعرفك فيها على تاريخ مصر بيعرفك فيها على الازمات اللي عشتها مصر في الوقت ده رواية فيها جانب سياسي كبير جدا بتعرفك كمان على الفترة بتاعت الملك الاخيرة في الوقت ده والتحالفات اللي حصلت ما بين جامعية الاخوان المسلمين وزهورهم وازدهارهم في الوقت ده على الجانب التاني الظهور الطاغي اللي حصل للضباط الاحرار ومحاولاتهم لانقاذ مصر من وجهة نظرهم الكاتب قدر يشرح كل ده بشكل حيادي جدا محاولش ان هو ييجي على جانب شخص قصات شخص تاني بالعكس رواية فيها من بعض الامور اللي تبقى ضد الكاتب في الوقت ده وانه هو فضح كتير من الامور او فيه حاجات نقدر نشوفها كانت موجودة في الوقت ده تقريبا من نشوفها دلوقتي بالنص فهل الكاتب جامر مغامرة كبيرة بانه هو يعمل رواية سياسية بالشكل ده ولا التاريخ فعلا ممكن يكون بنتعلم منه مش مجرد عادة ومش قادرين نتعلم منها خالص بكده اكون خلصت انا ترشيحاتي وحبيت اكون اضيف عزيز عليكم في قناة انتم متعودين تشوفوا فيها وش غير الوش ده فندخل بقى ونشوف طريق هيقول لنا ايه شكرا يا يسري على الترشيحات العظيمة دي اللي انا اتفق معاها تماما وانا بحب الناس دي للغاية وده دوريا عشان اكلمك على ترشيحاتي انا لتلت روايات تاريخية ان شاء الله تعجبك ونبدأ باول كتاب عززيل ليوسف زيدان بتدور روايات عززيل الحاصلة على جائز البكر تنة 2009 في القرن الخامس الميلادي بعد ما الامبراطورية الرومانية تبنت الدين المسيح ده الزمان اما المكان فبيبدأ من صعيد مصر لحد اسكندرية مصرح معظم الاحداث وينتهي في شمال سوريا اما الحدث الرئيسي فهو الصراع المذهبي اللي حصل ما بين آباء الكنيسة حول ألوهية السيد المسيح من عدم والجهة التانية من الصراع هي التحول الصادم الصارم الدموي بشدة بين الوثانية والمسيحية والإيمان الجديد بنشوف الكلام ده عبر رحلة الراهب هيبة المليئة بالقلاقل من اول خروجه من قريته في صعيد مصر لحد انتهاءه في دير بعيد في شمال سوريا عبر رقاقات بيسجل فيها مذكراته وغواية عزازين ليه رواية من أفخم مقرأ ولغتها العربية فوق الوصف وفوق الجمال ولكن أحذر ان فيها مشاهد بلس 18 أوراق شامعون المصري أسامة عبد الرقوف الشزلي رحلة شامعون بن زخاري اليهودي المصري اللي خرج مع سيدنا موسى وهو طفل وشاف التيه على الأرض في الحياة مع بني إسرائيل وشاف التيه جوه نفسه بنخوض معاه رحلته من أول ما تولد لحد ما يموت عبر كتابه ضخم جدا ممتع جدا قريته 3 مرات بنشوف فيه فلسفة جميلة جدا في البحث عن الزات في البحث عن الحب في البحث عن الإله وإلى جانب الرحلة الزاتية بنشوف رحلة في المكان بنروح فيها سينة بنروح فيها شبه الجزيرة العربية بنروح مكة قبل ما تبقى مكة ونشوف ظهور الأصنام ونربط ما بين كل الكلام ده وتطور شخصية شامعون نفسه برغم إن الكاتب ليه عمل تاني صدر بعد دي وهي عهد دميانة وهي حلوة جدا جدا برضو وأنا رجعتها ولكن القلب يميل إلى شامعون العمل التالت والأخير والوحيد اللي ملوش مراجع على قناة كوكب الكتب ولكن أوعدك إنه حيبقى ليه مراجعة قريب إن شاء الله لأنه هو يستحق مقامرة على شرف الليدي ميتسي أحمد المرسي عن دار دون في روايته التالتة ورويته الأولى بالنسبة لي نجح المرسي إنه هو يخش في قائمة مفضلاتي بمنتهى السهولة لأنه ببساطة مش بيقدم لك رواية تاريخية بل بين إلك حرفيا عبر الزمان والمكان بيوديك للقاهرة في عشرينات القرن الماضي ويدي لك أربع حكايات جوا روايته صبي فقير اسمه فوزان من البدو عمه بيظلمه ويسرق ميراثه وسيدة إنجليزية تملك المال ولكنها تملك برضو خواء عاطفي حياتها فرغة من جوة بسبب فقدانها لابنها وفقدانها لزوجها بتحاول تدور على إعادة لأمنية كان بيتمناها ابنها ظابط شرطة بياخد موقف نبيل شجاع يتسبب في طرده وما يلاقيش حتى يصرف على علاج زوجته يلجأ إلى القمار والمراهنة على الخيول عشان يقابل شخصيتنا الأخيرة مرأي سمسار الخيول الصعلوق في هذه الرواية ولكن وجهة نظري هو الأكثر نبلا فيلم سينما صوت وصورة الصورة عبر الوصف والمشهدية العالية أما الصوت فهو تاج في الرواية دي كل واحد من الشخصيات لصوت مختلف ولكن مش هي دي اللعبة فاللعبة الحقيقية في اللهجات اللهجة العامية للصعلوق غير الزابط المتقاعد غير السيدة الإنجليزية غير البدوي صاحب المفردات المختلفة عن أهل المدينة المفردات نفسها ومسميات الأشياء وطرازات السيارات والصراع من أجل الأمنيات الكاتب سبق أنه حصل على المركز الثاني في جائزة ساويرس الثقافية عن روايته الأولى وأنا بقول لك من دلوقتي واعتبرها نبوءة من العراف إن مقامرة على شرف الليدي ميتي إن شاء الله سوف تحصل جائزة ولهنا نكون انتهينا أنا ويسري من ترشيحاتنا لروايات تاريخية إحنا قردناها وحبناها وده كان الجزء الثاني من التعاون ما بين قناة كوكب الكتب وقناة بوكا فيه حتلاقي الجزء الأول على قناة يسري بنتكلم فيه على ترشيحاتنا للكتب التاريخية وما تنساش إن إحنا ممكن نلاقي الكتب والروايات دي كلها بخصمة 15% على موقع وتطبيق ايريد حتنزل في اللينك اللي موجود في الديسكريبشن ومثبت في أول تعليق حتلاقي الكتب دي كلها تختارها أو تختار أي حاجة تاني انت عايزها من منتجات الموقع كتب أو غيره واتدخل الكوت بتاعنا أنا وانت طارق عز عشان داخد خصمة 15% وتوصيل لحد باب البيت وما تنساش إن معظم الأعمال اللي احنا كلامنا عليها في الاتنين الفيديوهات دي لها مراجعات مفاصلة حتلاقيها في الديسكريبشن وفي الكارد من فوق واللي ملهوش حتقول لنا دلوقتي في التعليقات تحب نفصله إيه وتحب نعمل التعاون ده تاني ولا لأ ونتكلم فيه على إيه وما تنساش تتركك في القناتين وتدعمنا بايكين وتشير الفيديوهين واشوفك إن شاء الله يوم لاتنين سلام